بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مسابيع القناة كما لاحظتم في عنوان الفيديو اليوم سنتكلم على خطأ قاتل لكثير من المترشيحين لمسابقة توظيف الخاصة لأسلك التربية الوطنية هنا منصة توظيف على أساس الاختبار فيديو هذا سيكون قاصر على هذا الخطأ بالزافره موقع فيه وكتحدثت عليه في الفيديو القادم يعني اللي شاء الفيديو التاعي القادم كنتحدثت عليه في أخير الفيديو يعني هذا الخطأ يكون في مرحلة الأخيرة وهي مرحلة التأكيد والتي يطلو منكم اسم مستخدم وكلمة المورور وتأكيد كلمة المورور هنا اسم مستخدم تحط مثلا اسمه مع حرف يعني مهمش مهم اسمه مع حرف وما يكونش فيه أرقام يعني اسم مستخدم ما يقبلش أرقام فقط حروف باللغة الفرنسية عندك كلمة المورور هنا وتأكيد كلمة المورور هنا عندك تحط حروف وأرقام مختلطة يعني وتعودك تأكدها هنا لكن كاين اللي رايح حط حروف وأرقام أقل من 6 أحرف أو 6 رمز يعني ما تحطش أقل من 8 رمز كاين اللي حط 8 رمز ويعطيك تسجيل هنا تحط تسجيل يفوت لك تسجيل تاعك ويقول لك تسجيل مؤكد لكن لما ترجع تدخل الحسابي هنا لما تحاول تدخل الحسابي وتدخل معلومة نتاعك تدخل معلومة نتاعك هنا يقول لك باللي اسم المستخدم أو كلمة المورور خاطئة مع أنه في الأول استقبلها عادي هنا هنا استقبلها عادي لكن بعدها هنا رفض لكم كلمة المورور لأنها لا تتجاوز 8 أحرف أو أرقام هذه كلمة المورور هي اللي فيها المشكل يعني هنا لازم تدير اكثر من ثمانية ارقام يعني حط عشرة ولا يعني الاسم التاعك ومعها تاريخ الميلاد المهم شفاع لهم وبعدها تدير تسجيل الدخول وعليش ندبهكم لهذا الخطأ لانه عند محاولة استعادة كلمة المورور هنا عندك استعادة الحساب الموقع لا يعمل كما تلاحظون وكان هناك الكثير من المشكلة عندما لا تسترجع الحساب وتدخل لا تستطيع تكمل المرحلة الموادية لتسجيل وهي عملية الدفع عبر البطاقة الذهبية ونضع فيديو على الأخطاء الشائعة لانه يقع فيها الكثير من المشتركين في هذه المسابقة ونصيحة لا تتقلقوش يا جماعة ما زارها باقي الوقت لا تتقلقوش ركين الويكند لا تتقلقوش والسيت لا يوجد ضغط كبير سوف يشتغل عادي كما ركو تشوفوها هو عليكم عادي بالرغم عندي نخدم هنا بالويفي يعني يشتغل عادي السيت ما تتقلقوش وفي غرضكم وتعلموهم الأخطاء الآخرين ولي عندي شي سؤال أو استفسار احطوه في التعليقات ورح نحاول الجاوب عليكم ودعمونا بالجامل الفيديو والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته